السلام اليوم جبت لكم دو متود نقدمو بهم لساردين الأولى هادي هيا سيدي بغوشة دو ساردين بريزنطابل ونبدلو شوية من المائدة التعنا لا دوزيام متود وهي الساردين الاسكافيتش هادي هيا نغمالمن لا بلو باري كونو يعرفوها ودو نعطيكم الخلطة اكزاك تعالي زي بيس اللي استعملتها باش يخرجو لكم لوميمغو وقدمت معاهم هاد الاسوس الطومات سامبل بصل وطوم غابيوز تعليهم للطومات ونوري لكم خفيف طريف هاد الاتوغتية تعال الخضر كيف اشطيتها سهلة مهلة وبنينا بزاف وغنية بالمواد اللي نحتاجوها وهذا هو المانو يتعليو ان شاء الله ستعجبكم الفيديو منصف هنا عندي كيلو تاعي ساخدين نتواجوها غاية نحيو الراس والأحشاء والشوك والزكايا اللي كان فيها ونساوش هذه تحت سوف نضيفه على الشوك نقسم الحم الصافي نضيفه على زوج بغوشت و نضيفه كاملين بغوشت ملح فلفل و كحل فلفل حمر كمون ان ديسبنسابل مع الحوت و شوية على زريعة القصبور نحتاج التوم و نحتاج خالط بين المعدنوس و القصبور مقطعين نرى بيتون باش نزيدهم مع الحوت و نزيدهم معهم القصبور مقطعين و نزيدهم كاملين باستة و اضربة واحدة و شوية تاعزيت و لازيت زيتون و نخلطو بالدينة و نتأكدو باللي كامل الحبات ترفضوا من هات الشرمولة و بغوشت انا استعملت هاد الباك اللي نخدمو بهم لساليرا كامل الحوانات تعلمو عنه نحن لتحصل على دي ميني بغوشت لتحصل على كل من خلال و نضيفت المقلات نقوم بشكل طوال و نستعملوا بشكل طوال و هنا نقوم بشكل طريقة نقوم بغوشت و نضيفتها و نقوم بها نقوم بفوضة جفل سوف نحسل قرمشة نكمل كمية المغرشة لكي نفوتكم الى المثال ساردين الاسكافيتش هذه هي الكمية التي أخليتها لكي نريكم هذه المثال نحتاج حبة البيض نضيفها قليلاً لكي نجريها قليلاً نضيفها قليلاً لكي نجريها قليلاً ونضيفها لفارين انا استعملت هذه الولايات التي تبقى لكي نجريها تكون قمية المغرشة و تضيفها من ومن ومن وضيفها و تضيفها مباشرة في الزيت تكون سخنة تقليوها من الانتصال و تضيفها في البابير أبسوربان و نفس العملية بالنسبة للبقوشات نقليوها من ومن ونحيوها لكي نفوت هذه الحالة لتنزل لحبات البطاطا و حبات البصل و نضيف نصف تحطي الكرم و نضيفها من قليل و نضيفها من قليل و نضيفها من قليل و نحتاج إلى زيتون نبدأ أولاً بالبطاطا نقطعها من كوب صغار لأنها مكعبات صغيرة لا خاطر لا نقليها كما في خط و نضيفها من قليل و نضيفها من قليل و نضيفها على نار متوسط و نضيفهم و نقبل الضوء و نقطع البصل و نضيف لمtier weh نقطع الكروم بشكل صغير ثلاث تغطية ومنظمة بثاف لديها بعض أسابة البطاطا والبصل والكروم والفلفل نشك أسابة و أسابة و نضيفها الأخرى البطاطا التي ترفض 2 طن على الخضر البقية نقطع الفلفل بشكل صغير نضيفها في المقلات و نضيفها طيب و نضيفها توابل نضيفها ملح و نضيفها و نضيفها ملحة و نضيفها بملعقة خشبية و نضيفها على الجزة و هذه هي تسببها هذا ينبقى نضيفها في الحلب نضيفها في ملحة كبيرة و نضيفها و نضيفها و نضيفها نضيفها و نضيفها و نضيفها قليلا لذلك يجب المنزل و على حسب سبيل المقلات نضع زبدة سخنها و نضع فيها كامل الخضر على شكل طورتية نقلبها و نردها على الجهة الاخرى حتى لطيب هذه هي النتيجة التي نتحصل عليها تكون طورتية جيدة و غنية بالخضر و كامل المواد التي يحتاجها جسم الإنسان و نضعها في تبسي المزينة بالشريطة بالطماطس و الصدر نقوم بتغشياتنا على سردين نشوفوا كيف يشكل هذه الفارين نضعها مع شريطة ليمون حتى نضع الضغط على زيت المزين نستطيع تغشياتها من المثال التي نضعها كل جهر الآن نرى الزلطات على السردين الاسكافيتش والبناء طب 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 فريمو بهادو كليزي بيس اللي استعملناهم مخصناش نكتروا في الحوت فوالا هادي هي الفيديو تساعد اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم وإلى شريطة السردين مدابية تسيوها ما تنسوش تصوروها و تزفتوها لي في الانتغرام و الفيسبوك وإلى وصفة جديدة إن شاء الله